اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ في الدرس النهاردة تعال نفتقر مع بعض كده الجملة الاسمية الجملة الاسمية بتاعتي بتتكون من ايه؟ جميل بتتكون من مبتدأ وخبر يعني المثل اننا بمجا اقول لك الولد مهذب الولد هتتارب ايه؟ الولد اسم جيفة اول جملة هتبقى مبتدأ مرفوه على مطرفه الضم طب مهذب مهذب ده خبر مرفوه على مطرفه الضم هتقول لي انا مالي ومالي الكلام ده انا درسي بيقول كانوا اخوتها انت دلوقتي دخلتين في الجملة الاسمية ليه؟ هقولك هو ده اساس درسنا النهاردة كانوا اخوتها وعلاقتها بالجملة الاسمية باختصار كانوا اخوتها دي عصابة عصابة لطيفة لذيذة بتعمل ايه؟ بتدخل على الجملة الاسمية اللطيفة دي بتعمل فيها حاجتين أول حاجة ترفع المبتدأ وتجعله اسمها تاني حاجة تنصب الخبر وتجعله خبرها يبقى كنو أخبتها تدخل على إيه؟ تدخل على الجملة الإسمية تعمل فا إيه؟ تعمل فا حكتين ترفع المبتدأ وتجعله اسمها وتنصب الخبر وتجعله خبرها طبعا لسان حالك دلوقتي مش هدف شعره وتقول لي إيه؟ أنا مش فاهم حاجة أقول لك سيبك من الصباحة دي خالص وتعالى نفهم مع بعض مين كانوا أخبتها وإيه علاقتها بالجملة الإسمية؟ كانوا أخبتها مين أخبت كان؟ أخبت كان؟ كان أصبح أطحى أمسى باتى صارى ظلى ليسى هتقول لهم دول بس أخبتها تعالى نقرأهم بس كده تاني مع بعض كان أصبح أطحى أمسى باتى صارى ظلى ليسى دول مين؟ كانوا أخوات دول اللي عندنا السنة دي في الصف السادس الابتدائي لكن لما نكبر إن شاء الله شوية وندخل صف الأول الثانوي هناخد خمسة كمان زيادة إيه هم؟ ناخد ما برحة ما فتئة من فكة ما دامة ما زالة هتقول لي جميل أنا كده بدأت تفهم شوية إن دي كان ودي أخواتها عصابة لذيذة كده كان دي وأخواتها أفعال ولا حروف ولا أسماء كانوا أخواتها دي يا حبيبي أفعال ماضية أفعال إيه؟ ماضية بس كده لا أفعال ماضية ناقصة ناسخة متصرفة هتقول له أنا فهمت الأولى لما أفهم التانية أقول لك واحدة واحدة عليّ ومش هسيبك لما تفهم الدرس كل بس كل اللي أنا عايزك تفهمه دلوقتي إن كانوا أخواتها أفعال ماضية ناقصة ناسخة متصرفة تاني معايا أفعال ماضية ناقصة ناسخة متصرفة طيب الأفعال دي بتدخل على الجملة الإسمية فقط هتقول لأ لحظة كده ثانية إنت بما بتقول لي فعل يبقى لازم ييجي بعده فاعل جملة فعلية هقول لك الأفعال دي مش زي الأفعال العادية دي أفعال نزيها شوية تيجي على الجملة الإسمية بدل ما تيجي ويجي وراها فاعل أو يجي وراها ما فعل به وتكون في جملة فعلية لا هي بيجي وراها إيه جملة إسمية ونشوف الكلام دي دلوقتي مع الأمثلة يبقى اللي احنا عايزين نعرفه هنا تاني كانوا أخواتها نقول هكده مع بعض كان أصبح أضحى أمسا بات صار ظل ليسا ويه لما نكبر شوية إن شاء الله هنأخذ الخمسة الثانيين أخواتها بتعمل إيه وبتدخل على أنهي على أنهي جمل اتفقنا إن كانوا أخواتها أفعال ماضية ناقصة ناسخة طيب بتدخل على أفعال الجمل إنها مصطر أقولك بتدخل على الجمل الإسمية عندي جمل زي الولد مهذب التلميذان مكتهدان المصريون معتزون بتاريخهم كل الجمل دي جمل إسمية طيب كانوا أخواتها بتعمل إيه في الجمل دي تعال نشوف كده مع أول مثال ويه نقول الولد مهذب هنقاربه إيه الولد مبتدأ مرفوع نامة رفاهي أتضم طيب مهذب خبر مرفوع نامة رفاهي أتضم تعالوا كده يا حلوين ندخل كان أو أحد أخواتها على الجملة دي ونلاحظ كده مع بعض إيه التغيير اللي بيحصل لما دخل أحد أخوات كان على الجملة وقول بات الولد مهذبا إيه اللي حصل هتقول للاحظة يا مصطر مهذبا دي كانت هنا مرفوعة بقت هنا منصوبة طيب هي بتبقى منصوبة الحبيبي لأن جالي ضيف غير مرحب به في الجملة الضيف ده لما بيجيلي بيغير لي شكل الجملة بيغير لي المسميات بتاعت الجملة ككل كانوا أخواتها لما بتيجي على الجملة الإسمية بيحصل معا تغييرين إيه هو التغيير الأول التغيير الأول بسميه تغيير مسميات يعني إيه تغيير مسميات المبتدأ في الوضع العادي اللي هو ده بيكون اسمه مبتدأ لكن معا كانوا أخواتها بيسمى اسمها طيب بيبقى ده أول حاجة طب ووالخبر الخبر هنا بيبقى مرفوع في الوضع العادي لكن في معا كانوا أخواتها هيبقى الخبر إيه خبر كان أو أحد أخواته ثاني تغيير إن الخبر بدا ما يبقى مرفوع هيكون منصوب هيكون إيه منصوب نشوف الكلام ده بالأمثلة باتا الولد ومهذبا تعالوا نعرف كده مع بعض باتا باتا هتقول لي باتا دي ده فعل آه فعل إيه فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح هتقول لي هي باتا بس اللي بتتعرف كده ولا كل أخوات كان لأ كانوا أخواتها كلها نفس الإعراض دي أفعال ماضية ما ننساش أفعال ماضية ناقصة ناسخة متصرفة طب الولد هتقول لي سهلة دي الولد مبتدأ مرفوع على مترفعي الضم هقول لك لحظة مش أنا عندي هنا أحد من أخوات كان هتقول لي آه هقول لك لما لاقي الضفده عندي في الجملة الاسم اللي بعدها ما يبقاش مبتدأ لما ليه بقى إيه هيبقى اسم باتا مرفوع بالضم بشوف إيه الفعل اللي قدام الجملة وبسمي الاسم ده على اسمه بش احنا لسه قيلين ان كانوا أخواتها بتغير المبتدأ بتغير اسمه بتخلي اسم كانوا أحد أخواتها ها الولد دي احنا لسه عاربينه حالا مبتدأ مرفوع على مترفعي الضم أيوه بس ده لما كان واقف لوحده ما فيش معه أي إضافات دلوقتي جاله إضافة جاله فعل احتله لما الفعل ده بيحتله اللي هو الفعل الماضي الناقص الناسخ بيحتل الجملة بيغير لي اسم الجملة طب مهذبا هتتعريب إيه مهذبا هتتعريب خبر باتا منصوب بإيه بالفتحة يعني بكل اختصار المبتدأ بتاعي معتش هيكون اسمه مبتدأ أما له يبقى اسمه إيه؟ اسم بات أو اسم الفعل اللي موجود قدامه والخبر بتاعي هيكون خبر زي ما هو بس معتش هيبقى اسمه خبر مرفوع أما له يبقى خبر إيه؟ خبر منصوب هيبقى خبر إيه؟ منصوب وبرضه هيكون خبر الفعل اللي قدامه هتقول لي والله أنا بدأت أفهم شوي هقولك ده كويس تعالى المثال الثاني وهلقيك فهمت قوي التلميذان نعرف إيه التلميذان؟ ابتدأ مرفوع علامة رفعي إيه الألف طب مكتهدان خبر مرفوع علامة رفعي الألف ليه الألف؟ لأنه مسام خد بانك من التغيير اللي بيحصل دخل لي كان وأحد أخواتها يباشا على الجملة دي تعالى كده ندخل أصبح التلميذاني مكتهديني إيه التغيير اللي حصل؟ هتقول لي أول حاجة حصلت إن إحنا دخلنا أصبح اللي هو من أخوات كان طيب وتانية حاجة حصلت إن مكتهداني هنا كانت مرفوع لما أصبح دخلت بقت مكتهدين نصبناها إحنا عارفين إن المسنة بيرفع بالألف وإنسا بيجرب إيه؟ بالياء طيب تعالوا نعرف كده مع بعض أصبح في الماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح طيب التلميذان هتقول لي خلاص بقى أنا فهمت التلميذان أنا في المرة الأولى كنت بيعرفعها مبتدأ لكن لما جالت ضيف غير المرغوب فيه ده هتبقى اسم أصبح تمام اسم أصبح ما له بقى منصوب ولا مرفوع خد بالك اسم أصبح واسمي كان دايما مرفوع اسمي كان دايما إيه؟ مرفوع يبقى التلميذان اسم أصبح مرفوع وعلامة رفع إيه؟ الألف لأنه مسنة طيب مكتهديني مكتهديني تبقى خبر أصبح منصوب بإيه؟ بالياء ليه نصبته بالياء؟ لأنه مسنة يبقى التغيير اللي حصل عندي هو تغيير الخبر بدل الخبر ما يكون مرفوع بقى منصوب تمام؟ نشوف المثال اللي بعده المصريون معتزون بتاريخي المصريون يعرف شاطر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب معتزون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم تعالوا كده بينها حلوين ندخل كانة وأحد أخواتها على الجملة دي ونشوف إيه اللي هيحصل ندخل كانة وأحد أخواتها كده ظل المصريون معتزين بتاريخه ظل المصريون معتزين بتاريخه لازم وإحنا بنحول يا حبيبي نراعي علامات النصب إزاي؟ يعني الكلمة اللي قدامي لو مفرد ودخلت عليها كأنا وأخوتها أكيد هتتنصب بالفتح طيب لو مسنة هنصبها بالياء طيب لو جاء مذكر سالم هنصبها بالياء لازم نراعي الحتة دي كويس ولازم نغير يعني يا جلمي لإمتحان يقول لي أدخل فعلا ناسخا على الجملة وغير ما يلزم يعني أي غير ما يلزم هو عايزة تشوف أنت فاهم القاعدة ولا لا عارف أن الخبر شكله يتغير ولا لا طيب تعالوا ناري بالمثال ده كده ظلا في الماضي ناقص ناسخ مبني على الفتحي نحفظ الإعراف ده في الماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح المصريون المصريون اسم مين؟ أيوة اسم ظلا يبقى تقول لي مبتدأ معدش هنا اسمه مبتدأ معدش حر نفسه هو بقى مملوك دلوقتي يبقى ده اسم ظلا مرفوع بالواو ليه مرفوع بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم طب معتزين هتبقى خبر مين؟ خبر ظلا منصوب وعلامة نصبه الياء ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم يعني إحنا دلوقتي فهمنا بنسبة 50% عايزين نأكد النص التاني تعالوا نشوف الأمثلة التانية ونأكد الـ 50% الجايين دون يلا بينا لما يقول عندي العلم نافع والطالبات مكتهدات والعاملون مخلصون يلا ندخل كان واحد أخواتها على الجمل دي بس قبل ما ندخل كان أخواتها تعالوا نعرفها الأول العلم يلا نعرف مع بعض العلم شطرين ابتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة نافع برافو عليكم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة يلا بينا يا حلوين ندخل كان وأحد أخواتها على الجملة لما دخل كان وأحد أخواتها على الجملة إيه اللي هيحصل أنا لما قلت صار العلم نافع هتقول لها مستر حصل عندي حاجتين يوم الحاجتين أول حاجة إن أنا غيرت شكل الخبر بدل الخبر اللي هو نافع ده بدل ما كان مرفوع بقى منصوب نصبته جميل أول تاني خبر وتاني حاجة دلوقتي أغيرها إن أنا أغير المسميات بدل ما كنت بقول على العلم مبتدأ هقول عليه اسم صار وبدل ما كنت بقول على نافع خبر مرفوع هقول عليه خبر صار منصوب يلا بنا نعرب صار فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح هتقول لي انت عادت تقول لي فعل ماضي ناقص ناسخ متصرف مبني على الفتح وأنا مش فاهم يعني إيه لا ناقص ولا فاهمني عن إيه ناسخ ولا متصرف هقول لي خليك معي للآخر وانا هفاهمك مش يخليه خارج من الدرس مش فاهم يبقى صار فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح العلم اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة نافعا خبر صار منصوب علامة نصب الفتح شوفي المسال اللي بعته لما اقول الطالبات مكتهدات الطالبات نعرف حلوين جميل ده جمع مؤنس سالم يرفع بإيه يرفع بالضمة يبقى ده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة مكتهدات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة تعالوا بينا ندخل كانة وأخوتها كانة أو إحدى أخوتها على الجملة دي ونغير ما يلزم يعني نغير ما يلزم ناخد بالنا قوي الخبر بتاعنا هننصبه بإيه لما اقول أصبحت الطبيبات مكتهدات هتقوله لحظة يا مصدر مش أنا لازم أقول أصبحت الطبيبات مكتهدات أقول لك ثواني ده مؤنس سالم جمع المؤنس السالم أنا عارف أنه بينصب بالكسرة بينصب بإيه بالكسرة تمام هنارف نقول إيه أصبحت في الماضي ناقص ناسخ مبنية على الفتح والتأدي تأنيس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراض والطالبات اسم إيه اسم أصبحت مرفوع علامة رفعه الضمة ومكتهدات خبر أصبحت منصوب علامة نصبه الكسرة لنصبته بالكسرة لأنه جمع مؤنس سالم أنا عارف أن جمع المؤنس السالم يرفع بالضمة ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة طيب مثال اللي بعده بيقول لي العاملون مخلصون العاملون هعرف أقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر سالم مخلصون تبقى خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر سالم تعالوا ندخل كان وأحد أخوتها على الجملة دي ونشوف إيه التغيير اللي هيحصل معي لما أقول أطحى العاملون مخلصين في عملهم أنا أول حاجة بغيرها شكل الخبر أول حاجة بغيرها شكل الخبر جميل ليه بحوله من مرفوع إلى منصوب بحوله من مرفوع إلى منصوب تعالوا تعالوا بينا نعرف المثال اللي فات ده أطحى فعلي ما يناقص ناسخ مبني على الفتحي والعاملون اسم مين اسم أطحى مرفوع وعلامة رفعه هلوا طب مخلصين يبقى كلمة مخلصين دي حبيبي بتتعرف خبر أطحى منصوب وعلامة نصب هلياء لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم هتقول لي أنا كده بدأت أفهم بنسبة كبيرة واللي أنا فهمته إن كان وأخواتها بتدخل على الجملة الإسمية بمعنى صحي بتحتلها وبتغير فيها حاجتين المبتدأ ما عادش اسم مبتدأ بقى اسمه اسم كانة أو اسم الفعلي اللي موجود قدامه جميل وبفضل مرفوع زي ما هو جميل قوي اللي بحصل عندي تغيير تاني الخبر الخبر يعين ده مغلوب على أمره ببقى منصوب بيتحول من مرفوع إلى منصوب تمام طيب تعالوا كده نشوف ليه تسمت ناسخة الأفعال دي ليه تسمت ناسخة تسمت ناسخة لأنها تغير حكم الخبر من الرفع إلى النصب يعني بتنسخ حكم الخبر بتغير الحكم بتاع الخبر مش الخبر يا حبيبي هنا أخدينه دايما إن الخبر دايما مرفوع آه لكن مع كان وأخوتها الخبر منصوب لأنها بتحتاج لمنصوب معها طيب ليه تسمت ناسخة تسمت ناسخة لأنها لا تكتفي بمرفوعها ولكن تحتاج إلى منصوب يتم من معناه يعني يعني هي بتدخل على الجملة ككل ما ينفعش تيجي مع المبتدأ لوحده ولا ينفع تيجي مع الخبر لوحده هي لازم تيجي مع المبتدأ والخبر علشان معناها يكمل وعلشان معناها يكمل قوي لازم المبتدأ يبقى مرفوع والخبر تنصبه ليه سمناها ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها يعني ما بتكتفيش بالاسم بس لا ده بتحتاج لمنصوب اللي هو الخبر ولكن تحتاج إلى منصوب يتمم معناه عرفنا دلوقتي ليه تسمت ناسخة ناسخة علشان بتغير حكم الخبر من مرفوع إلى منصوب وعرفنا ليه تسمت ناقصة لأن هي لا تكتفي بمرفوعها هي عايزة اللي اتنين موجودين معها المبتدأ والخبر والخبر يكون منصوب طب ليه تسمت متصرفة بقى مصدر متصرفة اتسمت متصرفة يا حبيبي لأن كلمة متصرفة دي اللي هي بيأتي منها المضارع والأمر يعني ايه يأتي منها المضارع والأمر مش الأفعال دي أفعال موضية آه ممكن من الأفعال دي يجي منها مضارع وأمر يعني ممكن أجيب من كان مضارع أقول يكن أو أجيب منها أمر أقول كن ممكن أجيب من أصبح مضارع أقول يصبح ممكن أجيب منها أمر أقول أصبح هتقول لي هل كل كان وأخواتها بيجي منها مضارع وأمر هقول لك كلها بيجي منها مضارع وأمر معادة اتنين اللي هما ليس وما دام طيب دول بيجوا على صورة ايه دول ملازمين صورة الماضي ما بيجوش لمضارع ولا أمر لما تكبر ان شاء الله في سنوي هتاخد في أفعال أربع أفعال بيجوا على صورة المضارع فقط ما بيجوش أمر لكن ده مش موضوعنا دلوقتي موضوعنا ان انت تفهم ان كانوا أخواتها متصرفة يعني ايه متصرفة يعني ممكن تجيلي على شكل الأمر وعلى شكل المضارع على شكل الأمر وعلى شكل ايه المضارع يعني لما يجيلي الجملة وفي قطعة كده يقول استخرج فعل ناسخ ولا قدامي يكن أو يصبح أو كن أو أصبح أو أي فعل من أفعال كانوا أخواتها جال على صغط المضارع أو الأمر يبقى هو ده فعل منه تمام معدى ليس وما داما دول ما بيجيش منهم لا ولا مضارع ولا أمر دول ملازمين حالة واحدة بس وهي الماضي تمام اسم كانة وأخواتها تعالوا بقى للملحوظة المهمة دي اسم كانة وأخواتها اسم كانة وأخواتها بيجيلي على ثلاث أشكال إيهما دول ممكن يجيلي اسم ظاهر أو يجيلي ضمير متصل أو يجيلي ضمير مستدر لا تاني بالله عليك الحتة دي اسم كانة ممكن يجيلي اسم ظاهر ضمير متصل ضمير مستدر طيب ناخدها واحدة واحدة يجيلي إزاي اسم ظاهر لما أحط لك الأمثلة دي وأقول لك صار العلم نافع أصبحت الطالبات ومكتهدات أطحل عاملونا مخلصين فين اسم كانة هنا واسم أخواتها فين هتقول لي في المثال الأول العلم وفي المثال الثاني الطالبات وفي المثال الثالث العاملون خد بالك أنا بقول اسم كانة مش خبر مين كانة اسم كانة هنا مش هو واضح قدامي موجود قدامي في الجملة آه يبقى ده اسم ظاهر يبقى ده أول حالة من حالات الاسم إنه هو اسم ظاهر طيب تاني حالة إنه هو بيجي ضمير متصل يعني إيه ضمير متصل دي الضمائر المتصلة ممكن تبقى جاية زي تاق الفاعل نا الفاعلين يا المخاطبة واو الجماعة ألف الاثنين نون النسو بمعنى أصح أي ضمير يتصل بك أنا وأخواتها يعرب اسمه يعني ممكن أجا أقول لك كنتو أو كنتما أو كنتم أو كنتن أو كنا أو تكونين أو كونوا أو كونة أو كون طيب هتقول لي إيه اللغاريت من اللي أنت بتقول ده هقول لك دي ضمائر اتصلت بك أنا وأخواتها ولما الضمير يتصل بك أنا وأخواتها يعرب إيه يعرب ضمير مبني في محل رفع اسم كان أو إحدى أخواتها يعني الضمير ده لو اتصل بك أنا وأحد أخواتها يعرب اسمه اللي هي ضمائر الرفع اللي أنا قلته يئمة أفاعل أو نفاعلين أو يأمو خاطبة أو أو جماعة أو ألف اثنين أو نون نسو أي ضمير يا حلوين يتصل بك أنا وأخواتها يعرب اسمه أنا فهمت يعني إيه إسم ظاهر وفهمت يعني إيه ضمير مستصل عايز اعرف يعني ايه طمير مستتر طمير مستتر يعني مستخبي مش ظاهر لي في الجملة طيب انا هفهمه منين هسحر له يعني عشان يظهر هقولك نا ما تسحر لهش يا سيدي انت هتفهمه من سياك الجملة تمام ادينا مثال وهتلاقينا معك شغال على طول بس قبل ما اديك المثال هقولك بس قاعدة كده لازم تحفظها وحاجة بسيطة قوي هقولك ايه اقولك اذا جاءت كان او اخواتها على صيغة الامر يكون اسمها ضمير مستتر تقديره انت او انت تاني الحتة دي لو جت لي كانوا اخواتها على صيغة الامر وعلى شكل الامر بيكون اسمها تلقائي ضمير مستتر تقديره انت او انت طب ادينا مثال عشان افهم معك اول هقولك زي ما اقولك كن قويا اصبح مكتهدا انا في المثال الاول لما بقول كن قويا انا بخطب مين بخطبك انت بقول كن انت قويا هنا اسمي كان ضمير مستتر تقديره انت لان انا بخطبك طب واصبح مكتهدا برضو بخطبك اصبح انت مكتهدا يبقى اصبح وكن دي جت على صيغة الماضي ولا المضارع ولا الامر هتقول لي امر هقولك مش هي جت امر وفي كلا الحالتين اسمها جي مستتر يبقى اخدها قاعدة معاك اني كانوا اخوتها اذا جاءت على صيغة الامر يكون اسمها ضمير مستتر يكون اسمها ضمير مستتر طيب في حتة تاني ايه هي يمكن ان يأتي ايضا مستترا اللي هو اسمي كان ويفهم من سياق الجمل ويكون التقدير هو او هي يعني ايه الحتة دي يعني ممكن ايجا اقولك كان مكتهد فين اسمي كان هنا هتقول لي كان هو مكتهد اسمي كان هنا ضمير مستتر تقديره هو بس ثانيا يا مصد انت بتقول لي ان لو جات كانوا اخوتها على صيغة الامر يكون اسمها مستتر على طول هنا كان في المثال التاني جال على صيغة الماضي اشمعنا بقى اسمها مستتر هقولك في بعض الاحيان بيبقى مستتر وانا افهمه من سياق الجملة يبقى اذا جاء اسمي كان ضمير مستتر افهم من سياق الجملة لو كان كانوا اخوتها على صيغة الامر يكون التقدير انت او انت طب لو كان على صيغة الماضي يكون التقدير هو او هي انا كده خلصت الدرس النهاردة اتمنى يكون نال اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته